ذنّا مشاهدين الكرام معي حول هذا الموضوع حول معارك نينا وما يجري في الجانب الأيمن من مدينة الموصل عبر الأقمار الصناعية من أربيل مباشرة السيد عبدالجبار الجبوري الكاتب والمحلل السياسي مرحبا بك سيد عبدالجبار بداية كيف ترى معارك الجانب الأيمن من مدينة الموصل ووتيرة هذه المعارك في هذه الأحيان ابتداء المساء الخير المعارك اليوم تجري على قدم وساق والتحضيرات الرئيسية التي ستحسم معركة الموصل في المرحلة القادمة وفي ربما في الساعات القادمة أعتقد أنها ستكون المرحلة الأخيرة للمعارك في الساحة الأيمن بالرغم من أنها كانت بطيئة وشابها الكثير من الفشل في بعض صفحاتها العسكرية وخاصة قلب مدينة الموصل في الموصل القديمة في منطقة باب الطوب والسرشخانة وشارع خالد بن وليد وباب البيض وباب الجديد وغيرها اليوم تم استكمال الاستحضارات العسكرية في تبديل القطاعات العسكرية وجعل الشرطة الاتحادية والرد السريع يقاتل في منطقة أخرى في حين أن جهاز مكافحة الإرهاب سيتولى تحرير منارة الحدباء والمنطقة السرشخانة ورأس الكور والمستشفى وبقية الأحياء التي استعصت بعض الشيء على القطاعات العسكرية السابقة لأنها لم تكن موفقة في حرب المدن والعصابات لذلك كان التباطئ واضحا وكثافة السكان الموجودة في هذه المنطقة القديمة جعل من المعركة تكون بطيئة جدا وهذا ما يؤشر خللا واضحا على سير المعارك وعدم حسمها في موعدها المقرر اليوم المعارك ستكون بصيغة أخرى باستحضارات أخرى بمشاركة فاعلة من قبل قوات التحالف الجوية وطائرات الأمريكية الـ ATN ودرونز وغيرها من الطائرات التي تكثف طلعاتها وقصفها لمقرات داعش في منطقة 17 تموز وحول الموصلة القديمة إذن المعركة المرتقبة اليوم ستكون معركة فاصلة حسب كل التخديرات العسكرية التي نراها اليوم على الفضائيات والتحليلات تقول بأن معركة الأيمن ستحسم خلال الأسبوعين القادمين وليس كما ذكر سيد رئيس الكران جيش بثلاثة أسابيع نحن نعول على تبديل القطاعات وتبديل الخطة العسكرية التي نراها اليوم أقرب إلى الحسم في معركة الساحل الأيمن ولكن هل ستكون هذه السرعة التي تشير إليها سيد عبد الجبار على حساب أرواح المواطنين خصوصا وأننا نعرف ويعرف الجميع بأن الجزء الأيمن من مدينة الموصل عبارة عن بناءات متداخلة في بعضها بناءات قديمة أي لا للسقوط نعم نعم هذا الأمر حسم في المعركة الأولى ودفعنا ثمنا باهظا من خلال القصف الجوي والطائرات والصواريخ والمدفعية الثقيلة وحصلت أخطاء كبيرة جدا دفعنا ثمنها غاليا من دماء الأبرياء في موصل الجديدة وداخل مدينة الموصل القديمة في باب لقش وباب البيض تحديدا وذبها ضحية هذه السرعة الغير مبررة والغير محسوبة على القطاعات العسكرية الكثير من الأبرياء اليوم الحسم لا يتم عن جثث الأبرياء وعلى أعداد الأبرياء الذين يموتون من القصف ومن تنظيم داعش الإرهاب الذي يفجر السيارات ويفجر المفخخات ويفجر البيوت ويقتل الفارين من المواطنين الأبرياء خارج العناصر سيطرة التنظيم وهذا ما يؤشر أن الخطة يجب أن تعاد على مقاسات المواطنين وعلى سرعة إنقاذ المواطنين قبل تحقيق وتحرير أي نقطة وأي هدف منها ومن ضمنها مدينة منارة الحدبة جامع النوري الذي خطب فيه أبو بكر البغدادي خطبته المشهورة وأعلن مركز الخلافة من هذا المكان المزعوم أيضا نحن نقول بأن حياة المواطنين وإنقاذهم هي المحطة الأولى وهي الهدف المركزي الأول الذي يجب أن تنتبه له ونحذر منه في المعركة القادمة لأن حياة المواطنين هي أهم من أن تكون سرعة النصر قائمة ولكن سيد عبدالجبار برأيك ملحل إلى إنقاذ المواطنين في الوقت الذي تمنعهم فيه عناصر داعش من الخروج عن مدينة الموصل وبالأخص في الجانب الأيسر هناك إعدامات جرت لمدنيين حاولوا الهرب من مناطق يوجد بها التنظيم بكثافة وأيضا عند خروجهم هناك أنباء عن جنوب الموصل في منطقة الحضر بأن هناك مدنيين قد تم اختطافهم من جهات مجهولة إذن ما الحل هناك يختطفون وهنا يمنعون من الخروج هذه الثنائية في مدينة الموصل القديمة وفي الأحياء التي تم قتل المواطنين الأبرياء من قبل تنظيم داعش بشكل بارد وبدم بارد عندما حاولوا الفرار وأخطأت القوات العسكرية في حمايتهم وقصرت في إنقاذهم بصورة أو بأخرى استبدلت هذه القطاعات العسكرية لجهاز مكافحة الإرهاب في أن تنقذ المواطنين أولا ثم تعيد الهجوم والكر على تنظيمة داعش وعلى العناصر المتحصنة في البيوت وعلى الأسطح وهذا ما حصل فعلا في أكثر من مكان في معركة حي الثورة وفي معركة حي الصحة الأولى والثانية وتم إخلاء الكثير من المواطنين وتم إنقاذهم بشكل سريع جدا ومن ثم عودت الهجوم مرة ثانية ما حصل في الحضر حقيقة تتحمل المسؤولية الكاملة القطاعات التي حررت مدينة الحضر وهو عمل جبار وكبير جدا وقدم تضحيات كبيرة جدا في تحرير هذا القضاء بفترة زمنية قياسية هي 48 ساعة ولكن ما تعرض له شبان وشباب مدينة الحضر والذي يربو أعدادهم إلى 100 شاب تم خطفهم من جهات معروفة حقيقة وقد أفصح عنها السيد قائم مقام القضاء علي الأحمدي وقال بأنها الجهات التي قامت بخطف هؤلاء معروفة لدى القطاعات العسكرية على الأرض ولكن هناك تعتيم إعلامي على من وراء هذا الخطف ولكن في المحصلة إذا كانت تنفي القطاعات العسكرية التي حررت قضاء الحضر ولم تؤكد هذا الخبر ولكن تقع المسئولية الأخلاقية والمسئولية القانونية على من يدير الوضع الأمني حاليا في مدينة الحضر وهو المسئول الأول عن حياة المواطنين وحياة السكان في هذه المدينة وعندما تكون هناك مؤشرات على الشباب وعلى أحد من المنطقة بانتمائه لداعش أو تعامله مع داعش يحال ويلقى القبض عليه بشكل واضح وصريح ومعلن ويحال إلى القضاء ويسلم إلى القطاعات العسكرية الموجودة نعم سيد عبد الجبار باختصار شديد وبأقل من نصف دقيقة برأيك هل سوف تلتزم قوات التحالف وبالأخص القوات الأمريكية الحذر في تزديد الضربات الجوية خصوصا بعد اعتراف البنتاجون في الأيام الأخيرة بمسؤوليته عن القتل الخطأ للمدنيين في الجانب الأيمن من مدينة الموصل نعم أعتقد أن التحالف الدولي غير دقيق في مواعيده ودائما ما يخلف المواعيد في تحديد الهدف واسقاط التهم على القطاعات العسكرية وهناك إثباتات كبيرة على الأرض تؤكد ومؤشرات حقيقية عسكرية تؤكد أن من قصف موصل الجديد وذهبت ضحية هذا القصف الكثير من المواطنين الأبرياء الذين يربون على الخمسمائة ضحية وهي التحالف الدولي الذي اعترف فيما بعد قبل أن ينفي في الأيام الأولى ولكنه اعترفه ونحن أيضا نحذر من أن يتكرر هذا العمل الخارج عن القوانين الدولية باستهداف المواطنين ومن خلالهم استهداف عناصر تنظيم داعش نحن لا نعول على وعود وعهود التحالف الأمريكي في استهداف المواطنين وفي الحفاظ على حياة المواطنين في مدينة الموصل في صفحتها الأخيرة والحاسمة في الأيام القرية الماضية لذلك نحن لا نثق بالأمريكان وبالتحالف الدولي وبطيرانهم نعم إذن سيد عبدالجبار الجبوري الكاتب والمحلل السياسي انضمت إلينا من أربيل عبرق مع الصناعية شكرا جزيلا لك